العمر في زمن الميليشيات لا يدوم طويلاً ثمت من يكرهون على دفع حياتهم ويعودون صوراً على الجدران وأعمدة الإنارة جندوا أبناءكم ماذا حملت هذه الحملة للشباب في تهامة؟ تهامة حيث جثمت عليها الميليشيات الحوثية نحو ثلاث سنوات ودفعت بأبنائها إلى محرقة الحرب ها هي تستعيدهم لكن صوراً لموتى في زمن الحوثيين يمكن أن تنتهي حياتك إلى صورة على أعمدة الإنارة في شارع بلا كهرباء أصلاً ويمكن أيضاً أن تختفي حتى جثتك إلى الأبد شهود عيان رووا أن جثثاً كانت تعود محملة على شاحنة لتدفن جماعياً دون التعرف على هويات أصحابها ماذا تخسر الحديدة وتهامة إذن من معركتها في صف الميليشيات الإنقلابية؟ لا شيء تجيب هذه الصور سوى خيرة الشباب فثمت من كانوا يعارضون هذه الحملة وثمت من كان يتماثل مع الميليشيات بالموقف والإسناد والتطبيق أيضاً حسن الهيج محافظ الحديدة السائر إجبارياً في ركاب الميليشيات الإنقلابية ككل من يمارسون سلطتهم إما بالعصى أو بالجزرة وهناك يقف الهيج على مدى الأربعة الأشهر الماضية عمدت جماعة الحث إلى حجد المئات من أبناء الحديدة من مختلف المديريات مستخدمتان الترغيب أو الإكراه عبر مشرفيها وعقال الحارات لإقحام الشباب في معسكرات عاجلة للتدريب أما من يعارضون الفكرة تقتحم الميليشيا قرى الريف التهامي وتنتزع أبناءها بالإكراه أيضاً لإرسالهم إلى مواجهة الخوخة والمخى وأخيراً حيس ومع انطلاق معارك الساحل الغربي زجت الميليشيا بأبناء الحديدة فيما أسمتها بمعركة النفس الطويل لتعيدهم محمولين على الأكتاف أو أكساداً على أسرة الإعاقة ترجمة نانسي قنقر